مساء الخير لكم جميعا بعد حادثة الطعن المميتة يلي قام فيها شاب من أفغانستان بدافع ديني ويلي قتل فيها شرطي ألماني وجرح كمان رئيس حركة باكس أويغوبا ناقد للإسلام فجميع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية التي يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تسي دي او تطالب بالترحيل لأفغانستان وسوريا تدعو لفتح باب الترحيل لأفغانستان وسوريا وخاصة ترحيل المجرمين فبسبب هاي الحادثة كان فيه تعاطف كبير مع الشرطي الألماني ولكن كان فيه غضب شديد أيضا من هذا الشخص يلي هن المفروض كانوا يرحلوه لأفغانستان ولكن ما قدروا يرحلوه خلال تسع سنوات فهو قادم لألمانيا من عام 2014 كان عمره 15-16 سنة فربي هون بألمانيا مولود بأفغانستان ربي هون بألمانيا لحتى صار عمره 25 سنة فكانوا كل سنة يعني المفروض يرحلوه ولكن ما رحلوه لأفغانستان فبعد ما استلمت طالبان للحكم في أفغانستان فصار الترحيل يعني شبه مستحيل لأفغانستان وهذا الشخص كمان اتزوج من ألمانيا فأنجب طفلي من ألمانيا فبالتالي كمان ما أدروا يرحلوه لهذا السبب ولكن هو كان محطوط اسمه على قوائم الترحيل فألمانيا عبتفشل مرارا وتكرارا في الكثير من عمليات الترحيل ففيه غضب كبير بألمانيا لهيك رجعوا فتحوا هذا النقاش كل فترة لما بتصير جرائم مرتكبين أجانب أو لاجئين فبرجعوا بفتحوا هذا النقاش بألمانيا بعود الزخم لهذا النقاش فيما يتعلق بالترحيل وخاصة ترحيل المجرمين فرجع صار فيه دعوات ومطالبات جدية من وزراء داخلية المقاطعات الألمانية يلي عبيحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بضرورة الترحيل لسوريا وأفغانستان فعبيطالبوا يعني بإعادة تقييم للوضع في هالبلدين يلي هن المصنفين غير آمنين بألمانيا فعبيطالبوا على الأقل بترحيل المجرمين فخلال السنوات السابقة ما كانوا عبيدروا حتى يرحلوا المجرمين لهالدولتين ما في علاقات دبلوماسية مع النظام السوري مأطوعة من زمان يعني ما في ترحيل دمشق وكمان ما في علاقات دبلوماسية مع أفغانستان بعد بستلمت طالبان الحكم في البلاد فصر لهم فترة هي المعضلة بألمانيا ما عبيدروا يحلوها يعني في مجرمين سوريين وأفغان بعض المجرمين والخطرين على المجتمع الألماني يعني هن نعب بشكل خطورة على المجتمع هنا على سكان البلاد فلازم يتم ترحيلهم لحماية سكان ألمانيا ولكن بنفس الوقت ما في تعاون مع حكومات هالبلدين لحتى يرحلوا هدول المجرمين لبلدانهم وحتى كمان بعد حادثة الطعن المميتة بدافة ديني فصار فيه أصوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اس بي دي بالترحيل لأفغانستان يعني هذا الحزب هو طول عمره مو مع سيناريو فتح باب الترحيل لهالدولتين ولكن صار فيه أصوات في مدينة هامبوك بضرورة الترحيل للمجرمين وردا على الهجوم بالسكين وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزا أعلنت بأن وزارته عبتدرس حاليا وعبتفحص إمكانية الترحيل لسوريا وأفغانستان فبالتالي وزارة الداخلية حاليا عبتدرس الوضع الأمني في سوريا وأفغانستان وممكن يصير فيه ترحيل بالمستقبل بالنسبة إلى سوريا فرح يكون الترحيل لدمشق ومحيطها يعني للعاصمة السورية والمناطق المحيطة بها ولكن مع مراعاة حقوق الإنسان يعني هنن ما بدون كمان يبعثوا حدا لسوريا يبعثوا هدول المجرمين لسوريا ويعدموهم تاني يوم فمو هيك الموضوع كمان فبالتالي فيه مراعاة لحقوق الإنسان وهذا الموضوع بتشدد عليه ألمانيا بشكل دائم فالعديد من وزراء داخلية المقاطعات الألمانية من حزب الاتحاد بيعتبروا بأن دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة فلا هيك هنن بدون يرحلوا لهديك المناطق فبالتالي هذا الأمر هو قيد الدراسة والفحص في الفترة الحالية بحسب تخديري الشخصي رح يرجعوا يفشلوا بهذا الأمر مجددا بشأن ترحيل المجرمين للدول غير الآمنة فهنن ما بدون يرحلوا المجرمين للدول الآمنة فكيف بدون يرحلوا المجرمين للدول ما في تعاون مع حكوماته ولكن الوحيد اللي عنده الحل هو حزب البديل ولكن طبعا هو حل غير إنساني في حال كنتم مهتمين بهذا الموضوع فممكن نحكي عنه في فيديو منفصل مننتقل لخبرنا الثاني بفيديو اليوم رح أطلكن هون المصدر تم إدانة شاب سوري بتهمة الاحتيال في بلدة شتوكلسدور في مقاطعة شليزفيك هولشتاين فهذا الشاب السوري جاي بشهادة لغة ألمانية مزورة ومن خلالها مقدم عليها على الجنسية الألمانية وعلى الإقامة الدائمة كمان فتم كشفه يعني بأن الشهادة مزورة وحتى كمان من خلال الشاب السوري فقدروا يكشفوا شبكة إجرامية كبيرة في موضوع تزوير الشهادات ففيه كتير شهادات مزورة يعني فيه شبكة إجرامية مزورين العديد من الشهادات فطلع فيه كتير من الشهادات المزورة هاي الشبكة الإجرامية مساهمة بشكل كبير في تزوير الشهادات طبعا تم كشفهم كل آياتهم من خلال الشاب السوري ومن خلال شهادته المزورة فحاليا توقفت عملية التجنيس يعني شاب السوري مدان بالمحكمة بتهمة الاحتيال فبالتالي ما رح يمنحوه الجنسية الألمانية وما رح يحصل كمان على الإقامة الدائمة فهو كان مهدم طلبين بنفس الوقت فتوقفت عملية التجنيس والحصول على الإقامة الدائمة وكل شخص كمان بيعرفوا أنه حصل على شهادة مزورة فرح يستدعوا هذا الشخص لحتى يراجعوا طلب الجنسية أو طلب الإقامة الدائمة فبالتالي ممكن ترجع تنسحب منه الجنسية والإقامة الدائمة فهذا تحذير جدي لكل شخص عبي فكر يروح بهذا الطريق ويشتري شهادة مزورة فعاجلا أم آجلا رح يتمكشف هذا الموضوع من قبل السلطات الألمانية فلا تسلكوه هذا الطريق الملتوي اللي رح تكون نهايته وخيمة جدا ورح تنتهي يعني بسحب الجنسية والإقامة الدائمة فبتمنى منكم أنكم تشتهدوا وتدرسوا اللغة الألمانية طبعا هذا الكلام موجه فقط للبعض المتكاسلين يلي محابين يتعبوا محابين يدرسوا وبدون كل شي يعني يحصلوا عليها على البارد المسريح فهذا الأمن غير ممكن بألمانيا بدك تتعب بدك تدرس ونحن كمان درسناكم وتعبنا لسنين طويلة وحتى هاي الدروس للساعة موجودة فبتمنى منكم أنكم تدرسوا وتشتهدوا وتحصلوا على الشهادة بجهتكم الشخصي بدون تزوير بدون طرق ملتوية فتم كشف عملية التزوير والاحتيال يلي قام فيه الشاب السوري وكمان وسائل الإعلام الألمانية ذكرت بأنه هاي مو أول حالة ففي حالات تانية كتير لأشخاص آخرين تمت محاكمتهم في المحكمة إيدانتهم في المحكمة ومحاسبتهم ننتقل خبرنا التالت بفيديو اليوم سافر المستشار شولتس لمقاطعة بيان لحتى يطلع على الوضع على أرض الواقع سافر لمنطقة الفيضانات فشاف وطلع على الوضع بنفسه وهي المرة الرابعة يلي عبي سافر فيها هاي السنة لمناطق الفيضانات فوعد المستشار جميع المتضررين بالمساعدة وعد بمساعدة حكومية من البند يعني من الحكومة المركزية من الحكومة الاتحادية وحكى المستشار بإني ما لازم نهمل موضوع التغير المناخي يلي هو عبي أدي لهي الكوارث الطبيعية وطبعا نحن البشر السبب في التغير المناخي ومع الأسف الوضع لم يهدأ في مقاطعة بيان فالكارثة انتقلت لمناطق جديدة فحاليا الوضع كارثي في مدينة غيغنسبوغ في مقاطعة بيان وحتى كمان في منطقة غوزنهايم فبهال منطقتين بهال مدينتين الوضع متوتر جدا وكان فيه كمان وضع كارثي فكان فيه مجددا عمليات إجلاء للسكان وخاصة في منطقة غيغنسبوغ في مقاطعة بيان والوضع في مقاطعة باعدن فيوتنبياك هدأ نوعا ما فالوضع عندهم تحسن بشكل كبير بالمقارنة مع مقاطعة بيان ولكن مستويات نهر الدانوب دونو لا تزال مرتفعة جدا فبالتالي لسه فيه خطر حدوث المزيد من الفيضانات الشديدة فلسه يعني ما خلصت منتمنى طبعا أنه تهدأ في المقاطعتين بشكل كامل وكان فيه كمان فيضانات في مقاطعة زاكسن أنهلت فكمان حصلت فيضانات ولكن ما كان فيه أضرار أبدا وبالنسبة للوفيات فكان فيه عنا وفيات لثلاثة أشخاص في مقاطعة بيان وفيه شخصين عسروا عليهم ميتين في مقاطعة باعدن فيوتنبياك وفيه كمان حاليا رجل أطفاء مفقود يعني عبي دوروا عليه ما بيعرفوا وينه فالوضع لا يزال حرج في بعض المناطق في مقاطعة بيان فالواحد بده يستمر بأخذ الاحتياطات كان معكم الهام بوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء